جمال عارف رأيك بحديث رئيس لجنة الحكام خاصة في جزئية أنه يتواصل مع رئيس الاتحاد ومدير التنفيذي لبحث مسألة تلفظ الحكم حسب الاتمهام الموجهة له ما وجد رد حتى الآن والله أنا عجبني أنه هو منفتح مع الناس كله حتى مع الإعلام وحقيقة هذا بداية خير إن شاء الله بإذن الله والرجل حقيقة يتكلم يمكن من خلال ما تصله من معلومات ما يعرف يعني إيش اللي يدور إيش اللي لكن في كل الأحوال الرجل بيقدم يعني نموذج ممتاز لرئيس لجنة حكام منفتح مع الناس منفتح مع الإعلام منفتح حتى مع الأندية وشيء جميل إنك أنت توضح الصورة وهو قال أنا ما عندي معلومة لازم أنتظر كل المعلومات تيجيني من المراقب من الناس الموجودين اللي كانوا شهودة على الحادثة وبالتالي أنا أعتقد إنه الرجل كان واضح في كلامه لكن أنا مستغرب إنه قال يعني تقنية الفار سنتين يعني كل اللي فهمت إنه هو نقول لك أننا نحاول نقل الوقت المراجعة لأننا في الموسم الثاني يستخدام الفار كيف الموسم الثاني؟ له هو الظاهر له هو؟ أي نحن ما لنا صراح أنت غير هذا الحكام اللي موجودين الموسم ربما يقصد الحكم السعودي من 2018 يمكن يقصد الحكم السعودي في استخدام الفار حكم السعودي فعلا هذا الموسم الثاني لا حكم السعودي كيف كانوا حكام أول في السعودي كانوا مساعد ثاني لحكم الفار لقد كان في حكام لا هو يتكلم الظاهر عن غرفة الفار مش الحكم على أية حال يعني هذه ما هي مبررات صراحة يعني نقع حتى لو موسم الثاني مثلا مبررات إن الحكم السعودي في غرفة الفار يقول لك ما عندنا لترك الخضير هذا مو مبرر ولكن أنا أعتقد إنه هو يعني يجب يستمر في هذا العمل كم رئيس لجنة الحكام بس أن النقاط الأساسية بتكلم عنها يعني مثلا يقول لك إحنا ما نتكلم على الحكام أو ما نصدر قرارات ونتحفظ عليها أو ما نعلنها وكده قصده صح كيف ما تعلنها يعني يعني كيف يعني أنا بغفهم طب اللاعب يتعرض للعقوبات وبتعلن الإداري الرئيس النادي كل منظومة الرياضة يتعرضوا للعقوبات وتعلن إلا الحكم يعني كيف أنا أذكر مرة أبو عبد العزيز سألت في هذا الموضوع قالوا عشان لا تبتز ثقة الحكم من قبل الناس لا ما في تهتز يعني حين يعني أو أسأل سؤال الوضع الآن اللي بيصير في التحكيم هل في الآن قناعة بالحكم السعودي اللي بيصير الآن هل في قناعة مهتزة هذا الثقة موجوء مهتزة من زمان فبالتالي لازم كمان حتى الحكم يشعر أنه أخطأ وبعد كده عالي ويظهر بمظهر أكثر يقول ها شوف أنا وريتكم أخطأت وتعاقبت ولا نشوف أين أسوي هذه أمور الشيء الثاني بالنسبة للحكمة البلوي يعني ما أدري يعني يعني فيه نفس الحالات نفس الحالات وما اتخذ فيه إجراء وقت يجيد لجنة الحكام تتخذ قرار أو لجنة الانضباط تتخذ قرار بعشر آلاف لعلى حمدان الشمراني يعني شيء غريب أحداث أقوى من كده صارت من نفس الحكمة البلوي وما صار فيها لا قرار طرد ولا بطاقات ولا غرامات الآن على حمدان نفس الحالة ويمكن أقل حقة حمدان ومع ذلك صدر فيها طرد إبعاد من الملعب وقرار يعني انضباط اللي هو بعشر آلاف ريال يعني لازم لا يكون فيه تباين في القرارات يعني عشان ننشد رياضة وكلة قدم في هذا الدول الجميل المثير الكبير لازم يكون فيه ما فيه تباين وقرارات وعدالة فيه كل القرارات ويكون القرار واحد على الجميع هذا اللي نتمنى ولكن اللي نشايفه بصراحة مختلف تماما عشان كده نقول لك الأندية لما تطلب حكام أتمنى أن حكام الإتحاد السعودي يساعد الأندية يعني مثلا يقول للأندية أنت تساهمي معايا في دفع القيمة عشان نطور حكاما أما مسألة لك أنت تقول لك والله أنا أخذ فلوس مبالغ الأندية تدفع فلوس عشان نجيب حكاما جانب عشان نحن نساهم في تطور الحكام طيب إيش الفائدة ما تطوروا الحكام والخسائر كلها مستمرة ما ينفع لازم الأندية حتى الحكم السعودي يشعر أنه الناس بتتابعوا وبتحاسبوا لازم يطور نفسه إذا ما سويت كده هتقعد على شوية والدليل أنه حكامنا السعوديين الآن فينهم ما هم موجودين الآن على الخارطة الأسوية وأتمنى إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أنه يكون يتعدل الوضع لأنه التحكيم هو جزء أساسي من كرة القدب ومن الدور السعودي اللي هو الآن أصبح دوري حقيقة مثير متميز بهذه النوعية من اللاعبين المتميزين والدوليين طيب ترجمة نانسي قنقر